عم تظهر برجلكون او ايديكن عين السمكة اللي واضحة بالصورة خلطة منزلية بسيطة منطبقة ورح نقضي عليها بإذن الله لاتكو نتعرف عها الخلطة المنزلية قبل ما أعطيكم هذه الوصفة السحرية لازم تعرفوا انه عدوى عين السمكة هي عدوى فيروسية شديدة الانتقال يعني ممكن تنتقل من شخص الى اخر عنده التماس او عند لبس مثلا ذات الحزاء او ذات الجوارب اللي بتحتوي هذا الفيروس والعلاج الطبي انه أنا بدي عالجه بحمط السلسليك بأي شكل ان كان سيروم ان كان كمادات ان كان ضمادات ان كان محلول كريم بأي شكل هذا هو العلاج الطبي حمط السلسليك وهذا مناخده نحنا من الصيدلية في بعض الاتجاهات انه نحنا ممكن نعالجها بالتبريد يعني نظام علاجي بالتبريد للقدم فتم ازالة هذه العدوى الفيروسية الكثير من العلاجات بالطب البديل استخدمها تخلى التفاح حتى نحنا نعالجها بوضع كمادات من خلق التفاح على عين السمكة ومنتركها لهذه الضماضي كل الليل وتعني نهار منزلة ومنبدلة لكن اضافة بعض المواد الزيتية بتكون فيها مضادات الالتهاب مرتفعة مضادات الاكسدة مرتفعة وتعالج الجلد وترممه رح اسكر لكم ياها ملعقة من خلق التفاح ملعقة من الكركم لعلاج العدوى الالتهاب ملعقة من زيت شجرة الشاي وملعقة اسوجة من زيت الزعتر وللترطيب منضيف ملعقة من زيت جوز الهند تمزج هذه المكونات بشكل جيد وتدهن منطقة عين السمكة مع الوقت في اقل من اسبوع ان شاء الله يتم القضاء على هذه الآفة الفيروسية اللي بتخلي الجلد مؤلم في بعض الاحيان لانه بيكون فيها التهاب بتمنى تكون هالوصفة حبيتوها وبتمنى لكم اكيد الصحة والخير ما تنسونا من كومنت حلو ولايك وشير وانطروني الفيديو القادم واذا كان عندكم اي نوع من العلاجات انا ما بعرفها ياريت نكتبها بالتعليقات من تجاربكم حتى الكل يستفيد بحبكم واي نوع من هذه الزيوت اذا ما انا متوفرة معكم فيكم تدخلوا على متجر اناقة انسة راح تكون كلها موجودة بمتجري ترجمة نانسي قنقر